اشتركوا في القناة 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 لا سمعت ما بقصيدة مطلعها صوت صفيري البلبل صوت صفيري البلبل هيج قلبي الساملي ولي ولي بسمط بسمط بحك الله وانت قطعني يا مولاي قربع الرجل هيا هاتي يا اسمعي هاتي قصيدتك حتى نعطيك وزن ما كتبت عليها ذهبا المهذر يا مولاي ولكني لم اكتب قصيدتي على ورق فهلا ماذا كتبتها ورفت عن ابي عمود رخام فنقشت عليه قصيدتي وهو على ظهر ناقتي لا يحملها الا اربعة من جنودك عمود رخام نعم لا اذكر انكم اشتردتم كتابة القصيدة على ورق نعم نعم يا ربيع نعم يا مولاي اعطي الاسمعي وزن ما كتب عليه قصيدته وذهبا ان فعلنا ذلك ستنفد خزائن بيت المال يا مولاي قمنا اترضى بان يفرغ بيت المال من اموال المسلمين يا اسمعي لا لا ارضى بذلك ولكن بذاكرتك القوية يا مولاي قطعت ارزاق الشعراء فماذا اذا اتنازل عن حق يا مولاي ولكن بشرط واحد ان تعطي الشعراء حقهم في قولهم ومنقولهم ارتضيت بذلك يا مولاي السلام عليكم اشتركوا في القناة